قال يسوع مجدا من الناس لست أقبل ولكني قد عرفتكم أن ليست لكم حبة الله في أنفسكم ليه أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم لاحظ الكلام تقبلون مجدا بعضكم من بعض والمجد لاحظ الكلام الذي من الإله الواحد لستم تطلبونني فإذا نبتكلم أحبائي بكل وضوح في أي 39 بنفس السفر بقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهدوا لي ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة لاحظ الكلام ثم بيتكلم عن شهادة موسى بقول في آية 45 لا تظنوا إني أشكوكم إلى الآب يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاؤكم لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامه موسى موسى